موسيقى أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من حديث الوطن زيارة لافتة في توقيتها وفي الظروف الإقليمية المحيطة بها لملك الأردن عبدالله الثاني للولايات المتحدة تصدرها ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والأزمة السورية الملك الأردني ختم سلسلة اجتماعاته بلقاء قمة في مزرعة على أطراف كاليفورنيا تستخدم من قبل الحكومة الفيدرالية الأمر الذي فسره مراقبون على أنه حرص أمريكي على إطفاء أهمية سياسية على هذا اللقاء المحوري الدلالة السياسية لهذه الزيارة وعلاقتها باتفاق الإطار الذي يحمله كيري بين ملفاته في المنطقة ومآلات الأزمة السورية والدور الأردني المتوقع وأيضا ما يتعلق بالجار العراقي ومعركته في الأنبار ضد تنظيم القاعدة محاور سنناقشها مع ضيوف حلقة اليوم الأستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني سابق ورئيس الوزراء الأردني سابق أيضا والأستاذ مراد العضائلة عضو المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي والأستاذ صبحي غندور رئيس مركز الحوار العربي في واشنطن نرحب بضيوف الحلقة ولكن قبل أن نبدأ النقاش نعرض هذا التقرير مشاهدين لمراسلنا في واشنطن إميل بارودي بصوت زميلة يارا حركة إعادة إطلاق للشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة والأردن هذا العنوان يفسر الإطار الحميمي البعيد عن تصلب واشنطن الذي أراده الرئيس الأمريكي للقائه بالعاهل الأردني لمناقشة أهم شؤون الشرق الأوسط لقاء بدأ باعتراف أمريكي ضمني بفشل جونيف 2 هناك بعض الإجراءات المتوسطة التي يمكن اتخاذها لزيادة الضغط على نظام الأسد سنتسمر بالعمل مع كل الفرقاء المعنيين لمحاولة التقدم بحل دبلوماسي طبيعة أي مضغوطات أمريكية إضافية تسبق أي جناف ثلاثة محتمل تبعث إلى الاعتقاد أن النزاع إلى تصاعد بما يتضمن ذلك من تهديدات أخرى تقلق الأردن طلقنا البالغ هو تنامي التطرف والعنف الطائفي في سوريا إن لم نتوصل إلى حل سينعكس هذا على المنطقة كلها عمليات السلام ومفاوضات الحل النهائي الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والكلام عن قرب التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤسس للمرحلة المقبلة ملف آخر بالغ الأهمية للأردن ومن بين كل هذه القضايا فإن قضية السلام المعقدة بين إسرائيل والفلسطينيين هي قضية كان يوليها جلالته ووالده من قبله اهتماما كبيرا وكان شريكا قادرا وموثوقا أوساط واشنطن ربطت بين إعلان الإدارة إعادة تقييم سياستها في سوريا وتوقيت زيارة العاهل الأردني لكن مصدرا رفيعا في وزارة الخارجية حذر من أي استنتاجات متسرعة أبدأ منك أستاذ طاهر يعني يبدو بأن هناك حركة أمريكية تدور حول الفلك الأردني ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وأيضا الأزمة السورية كيف يمكن قراءة هذه الزيارة لمالك الأردن إلى الولايات المتحدة واضح أنها زيارة مهمة جدا وأدت في توقيت حساس بعد مؤتمر جنيف الثاني وبعد قرب كاري لوضع خطته أو الإطار العام الذي يفكر به وضعه بشكل نهائي لكي يقدمه للأطراف المعنية فالأردن قريب من هذه الجهات من سوريا ومن فلسطين وهو بالنصف بمنتصف الطريق بينهما وله مصالح مشتركة وتتأثر الحالة الأردنية بالوضع في البلدين وهناك معروف بأن للأردن ثقل ورأي محدد في موضوع القضية الفلسطينية ولديه الكثير من العوامل المشتركة والقضايا المشتركة مع فلسطين وسيكون له دور وهناك من يقول بأن الأردن سيكون على الطاولة مع الفلسطينيين أو بخلف الجدار يتفرج ليس مهما متى سيحفظ ذلك ولكن المهم أن الأردن هو شريك أو يقترب من موقع الشراكة بالنسبة لسوريا أيضا له نفس الوضع مع اختلاف في موضوع الاستراتيجيات والتحالفات ونحن الآن لدينا حوالي 600 ألف لاجئ سوري موجودين على الحدود بين سوريا والأردن ولذلك هي زيارة مميزة في أهميتها وربما سوف تعطي الأردن ذلك الدور المهم في التعامل مع الحالة إذن أنت ترى بأن للأردن دور قادم في المنطقة لكن فيما يتعلق بملف المفاوضات قبل الزيارة كان الأردن يحذر عبر رئيس الوزراء من أي مفاوضات تكون على حساب الأردنيين هل هذه الزيارة حجزت للأردن موقع على طاولة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية؟ أعتقد ذلك لست أدري مدى عمق هذه الطاولة التي سنجلس عليها ولكن نعم هناك دور سيأتي للأردن ونحن نريد ذلك لأن لنا مصالح مشتركة ولنا مصالح تتعلق بالحدود والقدس والحق العودة واللاجئين وما إلى ذلك كلها قضايا تتعلق بالمصالح العلية الأردنية نعم أنتقل لك أستاذ صبحي غندور رئيس مركز الحوار العربي في واشنطن يبدو بأن الأمريكيين يبلورون دور جديد للأردن ماذا تريد أمريكا من الأردن في المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بملف المفاوضات أو فيما يتعلق بالأزمة السورية واستمعنا قبل قليل إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال بأن الأردن شريك في هذه الملفات وشريك رئيس في هذه الملفات نعم هذا صحيح الأردن معني بالملفين السوري والفلسطيني بشكل كبير جدا وطبعا زيارة العهل الأردني كانت للولايات المتحدة ولقائه الخاص الذي حصل في ولاية كاليفورنيا يؤكد أهمية ربما ما تنظر إليه واشنطن إلى دور حالي ومستقبلي للأردن حينما يكون هناك دائما تحرك أمريكي جدي بشأن الملف الفلسطيني نجد دائما تجاه أمريكي نحو الأردن وسعي لأن يكون الأردن دور فعال فيما تريده واشنطن من غيات في التعامل مع الملف الفلسطيني يعني مثلا مؤتمر مدريد في مطلع التسعينات كان الوفد الفلسطيني جزء من الوفد الأردني في مفاوضات مدريد نجد أيضا أن الأردن كان معني في اتفاقيات عديدة حصلت بعد اتفاق أوسلو لكن كل ذلك في رأيي لا يلغي المخاوف الآن القائمة حتما في الأردن مما هو تعمل من أجل الآن واشنطن من تسوية نهائية لموضوع الملف الفلسطيني خاصة فيما يتعلق في مصير اللاجئين الفلسطيني يعني هناك كما تعلمين اختوف أكثر من نصف عدد سكان الأردن هم من أصول وطنية فلسطينية وهناك مخاوف طبعا من أن يكون المشروع الأمريكي الآن لتسوية الملف الفلسطيني يعني توطينا للفلسطينيين في الأماكن التي يتواجدون فيها الآن إن كان ذلك في الأردن أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق وأعتقد هذا في حد ذاته يجعل الآن هناك نوع من الأمال الأمريكية بأن يلعب الأردن دورا في ذلك أيضا في القضايا الأمنية التي ستترتب على هذا الاتفاق الذي تم الحديث عنه الآن إن كان لناحية تغور الأردن والدور الأمني للولايات المتحدة الأمريكية فيه إضافة طبعا إلى مصير المستوطنات كل ذلك في رأيي من نسبة للقدس حتى ورعاية الأردن من الناحية القانونية والتاريخية للأماكن المقدسة الإسلامية في القدس أعتقد هذا يجعل الآن أن الأردن معني بشكل مباشر بمصير هذه التفاصيل التي تعلن حتى الآن عن اتفاق الإطار الذي يتحرك من أجله جون كيلي نعم عطفا على ما ذهبت إليه هناك أيضا حديث عن إحياء فكرة الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية أو الوطن البديل الأردني هل يمكن أن يقبل الأردن بهذا السيناريو إذا ما جاء ضمن خطة الإطار التي يطرحها كيري؟ هو السؤال الهم هل يقبل الفلسطينيون بذلك؟ لأنه هذا أيضا موضوع مهم جدا تشيرينا إليه الآن هذا مشروع نتنياهو في النتيجة يعني هو مشروع قائم على أن تبقى المستوطنات في الضفة الغربية وتبقى الأمور على حالها بالنسبة لإسرائيل والحيمنة الإسرائيلية عمليا على الضفة وسرواتها وهذا في حد ذاته في رأيي إذا قبلت به واشنطن أولا ثم قبل به الفلسطينيون هذا أمر خطير جدا قبل الحديث عن إذا كان يقبل به الأردن أم لا لأنه يعني في النتيجة أن تكون الدولة الفلسطينية هي مسألة شكلية أسمية وأن تكون جزء من حالة كونفدرالية مع الأردن ربما تؤدي في مستقبلا إلى أن يكون الأردن هو الوطن الفلسطيني البديل وهذا في حد ذاته مشروع إسرائيلي كما نعلم منذ عقود وليس الآن فقط وأعتقد أن الأردن معني بالتنصيق أولا طبعا مع الجانب الفلسطيني ولكن هذا في حد ذاته لا يعطي قوة وزخم في مواجهة الضغط الأمريكي الذي يمارس على الفلسطينيين الآن أنا أعتقد الموقف الفلسطيني بحاجة أولا إلى توحيد نفسه إلى اعتماد خيار المقاومة من جديد بعد أن نزع منه هذا الخيار منذ اتفاق أسلو وأن يكون هناك ما هو غائل للأسف الآن على المستوى العربي من حالة موقف عربي واحد تجي هذه القضية الخطيرة التي الآن تحدث وتمر وبينما منشغل العديد من الأقطار العربية بعضها الداخلية إن كان ذلك ينطبق على مصر وعلى سوريا وهم في حقيقة أتحدث عن مصر وسوريا وهما البلدان اللذين لم يوقعوا اتفاقيات مع أسرائيل حتى الآن بينما الأردن ومصر وقع يعني هذا أن أحدث عن جبهة لبنانية والجبهة السورية أنها الجبهة الغائبة الآن عن مصير كل هذا الذي يتعلق بالملاء إذن اسمح لي بتواجه بهذا السؤال إلى أستاذ مراد العضايلة عضو المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي كيف يمكن النظر إلى زيارة الملك الأردني أنتم في الجبهة وأنتم لكم موقف من خطة كيري كيف يمكن النظر إلى زيارة ملك الأردن إلى الولايات المتحدة في هذا التوقيت تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هناك قلق لدى الشعب الأردني الشديد وهذا القلق ناتج عن المخاطر التي يمكن أن تنقلها خطة كيري وتأثيراتها على الأردن وخصوصا كما ذكر الأستاذ صبحي هناك ثلاث مليون لاجئ فلسطين على الأرض الأردنية خطة كيري تقضي بتوطينهم تتكلم الخطة عن يهودية الدولة وقبول بيهودية الدولة وإنتاج الحق اليهودي على أرض فلسطيني التاريخية وهذا يعني مزيد من التهجير لأراضي فلسطيني الثمانية واربعين كذلك عندما نتحدث عن مشروع يقتضي في نهايته إلى كونفدرالية مع دولة ممزقة الأشلاء في الضفة الغربية بمعنى هي كونفدرالية مع السكان وليس مع أرض وليست سيادة هناك الحقيقة أيضا القضية الأمنية ومحاولة نقل دور أمني للأردن في الضفة الغربية لأن الصهايني يرفضون تسليم الغور إلا بضمانات أمنية وهم يعتقدون بوجود ضرورة وجود ناتو أو جيش الأردني خلف الحدود هناك حديث عن وجود دور لمطار على الأرض الغور الأردني لصالح السلطة التي ستنشأ هناك الحديث عن دور مقدشات وقد حاولت الكنيسة لديكم موقف رافض سواء لاتفاق الإطار أو للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن هل هناك بديل؟ هل يملك الأردن بديل في ظل ظروفه السياسية والجيوسياسية والاقتصادية غير دعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أصلا؟ نعم نعم يملك خيارات والأردن الحقيقة حصل فيه تجربة شعبية حقيقية عام 1991 عندما وقع العدوان الأمريكي مع 30 دولة على العراق كان الأردن في الخندق الآخر لهذا الحلف الضخم لكن كانت حالته الشعبية منسجمة مع الحالة الرسمية في ذلك الوقت وكانت إرادته الشعبية منطلقة عندما نعود إلى الحالة الشعبية في الأردن ويتم إعادة إنتاج إرادة الشعب الأردني وإطلاقها أعتقد أنه قادر على مواجهة الضغوط حتى بما فيها الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الأردني والمجتمع الأردني مستعد أن يتحمل الضغوط للحفاظ على دولته على سيادته على هويته على مستقبل الأردني المهدد الآن أكبر من أي وقت مضى كيف يمكن لدولة مثل الأردن محدودة الموارد الاقتصادية محاصرة جغرافيا من ناحية إسرائيل أو الآن ما يحدث في سوريا أن تواجه هذه التحديات التي ربما تطلبونها أنتم منها عندما يتم إعادة إنتاج الجبهة الداخلية تفضل أكبر تفضل عندما يتم إنتاج إعادة جبهة الداخلية مرة أخرى كما حصل عام 1991 في أيام أزمة حرب الخليج استطاع الأردن أن يتجاوز الأزمة رغم أنه كان يعاني من أزمة اقتصادية حيث انخفض الدينار إلى النصف واستطاع أن يواجه ضغط غولي وإقليمي وعلى الأردن ليكون ضمن الحلف الثلاثيني الذي ضرب العراق ورفض الأردن أن ينخرط في ضرب العراق واستطاع أن يتجاوز الأزمة السياسية تلك دون أن يمس خسائر بالأردن لكن كانت الحالة الشعبية في ذروتها وكان هناك انسجام بين الحالة الشعبية والرسمية أما الأردن الآن هو يذهب إلى المفاوضات ووضع الاقتصاد سيء ووضع الداخل سيء وهناك عدم ثقة بمؤسسات الدولة الرسمية بمعنى هو أكثر قلقا الآن على جبهته الداخلية من أي وقت مضى في مواجهة هذا الخطر الداهم فيما يتعلق بكيري أو المحيط اللاهب في العراق وسوريا ومصر أستاذ طاهر معلومات صحفية عدة نشرت في عدد من الصحف تقول أن خطة كيري المنتظرة تجتمل بنودا سرية تتعلق بالعلاقة ما بين دولة فلسطين والأردن في إطار منح إسرائيل للمزيد من التطمينات بشأن إمكانية أن يكون هناك دور أردني في أي ترتيبات أمنية يجري الاتفاق عليها في أي اتفاق مستقبلي بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي إذا ما صحت هذه المعلومة ماذا يعني ذلك أردنيا؟ نحن كما قيل قبل قليل نحن في الأردن قلقون جدا من هذه المفاوضات وهذه التحضيرات لأننا لا نعرف تماما إلى أين ستصل وما هي مواقف الدول الأخرى ولكن من حيث المبدأ نحن في الأردن متفقون جميعا على أننا ضد يهودية الدولة الاعتراب بيهودية الدولة نحن ضد إلغاء حق العودة نحن نريد أن يكون هناك تسوية عادلة صحيحة حسب الشرعية الدولية لقضايا اللاجئين وغير اللاجئين نحن في الأردن فعلا لازلنا ننتظر ونتوجز خيفة من تلك الأفكار التي قد تأتي وقد تفرض على الفلسطينيين نحن لسنا الطرف المباشر في هذه المفاوضات هي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية ولكن لأن هناك قضايا مشتركة كما قلنا موضوع اللاجئين موضوع مشترك موضوع القدس موضوع بهمنا موضوع يهودية الدولة إذا ما تم الاعتراف به سوف يؤدي إلى تداعيات وانعكاسات على الديمغرافيا في الأراضي الفلسطينية ماذا عن طرح موضوع الكنفدرالية مجددا؟ أنا أعتقد أن هذا مش وارد ولا يجب أن نبحثه الآن ولا هذا أمر سابق لأوانه جدا ونحن نسعى بأن تحصل فلسطين على استقلالها وتدخل الأمم المتحدة عضوا كاملا ثم يخلق الله ما لا تعلمون لا نستطيع أن نحدد الآن ولا نرغب هناك تداخلات قد تؤدي جغرافية وسياسية وديمغرافية وتضاريس جغرافية قد تؤدي إلى أن يكون هناك وجود أردني معين نحن لا نريد أن نكون طرفا به في هذا الوقت بالذلك ولكن في نهاية المطاف مضطر الأردن أن يكون طرف لأنه معني بالدرجة الأولى على اعتبار بأن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين موجود في الأردن صحيح هذه نقطة مهمة ونعرف أنها سوف تستغل لكن نستطيع تستغل أمريكيا موضوع اللاجئين نحن طرف فيه لا ننكر ذلك يجب أن نكون مشاركين به ولكن بدنا نشوف شو الخطة الإطار العام اللي بيقدمها كيري حتى نعرف متى ما يستطيع أن يقدمه كيري إذا موضوع أن هدول الأردنيين وانتهينا في مشكلة لاجئين بالأردن لأنهم أردنيين هذا أمر غير مقبول ولا تقبل به الحكومة الأردنية نعم مستاذ صالح طاهر هناك حديث عن فتور في العلاقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الأردنية خلافا للعادة حيث لوحظ بأن الرئيس محمود عباس لم يحضر إلى عمان كعادته قبل زيارة الملك الأردني للولايات المتحدة الأمريكية ليس صحيح أنا أعتقد أن هذا أمر يشاع وحسب علمي أنه ليس صحيح وأن التنسيق بين القيادتين تنسيق كامل ولم أسمع من مسؤول أردني كبير شكوى من هذا الأمر لأنه المسؤولين الفلسطينيين وأبو مازن بالذات موجودين بعمان باستمرار ونراهم باستمرار ويجتمعون مع جلالة الملك وعلى المسؤولين آخرين بشكل دوري وعلني نعم أستاذ صبحي إليك السؤال لماذا الإصرار الأمريكي الآن في هذه المرحلة على طي ملف القضية الفلسطينية وأي دور يراد أمريكيا للأردن والمملكة العربية السعودية أيضا في هذه المرحلة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني هو في الحقيقة ليس هناك فاصل بين الآن زيارة العهل الأردني للولايات المتحدة وبين الزيارة القادمة لنتنياهو للولايات المتحدة في مطلع الشهر القادم ثم زيادة الرئيس أوباما للمملكة العربية السعودية أيضا في الشهر القادم يعني ما تسألين عنه فهو في الحقيقة يعبر الآن عن مشروع أمريكي شامل لكل المنطقة يعني أنا أذكر بما قاله أوباما في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة حينما قال أنه الآن أمام إدارته سلاس قضايا ستركز عليها الإدارة وهي الملف الإيراني والملف الفلسطيني والملف السوري وأعتقد أنه الآن نجد يعني حراكا مشتركا ومزيجا من التحرك الدبلوماسي الأمريكي في اتجاهات مختلفة بشأن هذه الملفات السلاس ولا فصل بالحقيقة بين هذه الملفات السلاس الآن كل ترتيب لملف من هذه الملفات سينعكس على الملفات الأخرى لذلك أجد الآن أن ما هو يحدث هو عمليا في الجانب الفلسطيني والأردني هو تمهيد للأرضية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة ككل يعني كنا نسمع في السابق في التسعينات الحديث عن شرق أوسط جديد وثم اختلفت معاني هذا الشرق الأوسط الجديد في ظل إدارة بوش الإبن الذي أراد عمليا يعني مشروع إسرائيلي تفتيتي للمنطقة ككل واحتلال أمريكي كما حدث في العراق لكن ما أرى يحدث الآن في ظل إدارة أوباما هو عودة إلى مفهوم الشرق الأوسط الجديد الذي كان في التسعينات أيام بيلي كلينتون وما كان يحدث على مستوى مؤتمر مدريد من سعي لأن يكون هناك تطبيع عربي إسرائيلي كامل ولكن لماذا الآن؟ وأن تكون هناك تجاوز لمسألة موضوع لماذا في هذه المرحلة؟ لأن هذا الظرف المناسب للإدارة الأمريكية نعم هو أنسب ظرف لتنفيذ هذا المشروع يعني حينما يكون الوضع العربي بأسوأ أحوالي كما هو الآن حينما تكون مصر وسوريا والعراق وهي القوى الأساسية في هذه المنطقة منشغلة بأوضاعها الداخلية كما هي الحال الآن حينما يكون الآن الحديث عن المقاومة أصبح مزم للبعض كما يحدث للأسف بالنسبة للنظر للمقاومة اللبنانية أو ما حدث بحالة المقاومة الفلسطينية أنا أعتقد هذه كلها ظروف مناسبة جدا الآن لتنفيذ هذا المشروع حتى على المستوى الشخصي لإدارة أوباما هو أمامه الآن يعني فقط هذه السنة ليحقق ما يمكن تحقيقه من هذه الأجندة الخارجية لأنه في نوفمبر القادم في تشرين السنين القادم هناك انتخابات نصفية لا نعلم إذا ستأتي بنتائج معاكسة لحالة الإدارة وبالتالي ستكون عاجزة عن تنفيذ الكثير مما لديها في أجندتها الداخلية والخارجية فالتوقيت مهم جدا طبعا الآن هو توظيف للتوقيت هو توظيف للظروف هو توظيف لتداعيات ما يحدث في المنطقة منذ ثلاث سنوات حتى الآن خاصة في المناطق أو القوى الأساسية لكن دعيني أقول فقط نقطة مهم لا علاقة في الأردن وفلسطين تحديدا هنا المراهنة في رأيينا الإسرائيلية والتي ربما توافق عليها الولايات المتحدة أن تكون مشروع المملكة المتحدة هو عبارة عن كونفدرالية يعني ليس المملكة المتحدة مشروع الكمفدرالية هي أن تكون كونفدرالية إسرائيلية أردنية فلسطينية يعني أولا يتم الإعلان عن دولة فلسطينية ثم تكون هناك هذه الكونفدرالية السلاسية بحيث يكون هذا أساس لموضوع التطبيق يعني أذكرك أيضا بما حدث من اتفاق على مشروع الممر بين البحر الميت والبحر الأحمر هذا أمر خطير لأنه مستقبلا إسرائيل ممكن أيضا أن تقيم بين البحر الميت والبحر المتوسط قناة وتلدي دور قناة السويس وهذا في حجاته يعني الكثير بالنسبة لمصر في هذه الفترة نعم اسمح لي على المقاطعة نذهب إلى فاصل سريع ونعود لمناقشة الموضوع مشاهدين فاصل سريع ونعود إليكم مجددا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه الحلقة لحديث الوطن نرحب بضيوف الحلقة الأستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق ورئيس الوزراء الأردني السابق والأستاذ مراد العضايل عضو المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي والأستاذ صبحي غندو رئيس مركز الحوار العربي في واشنطن مشاهدين قبل أن نتابع النقاش حول زيارة ملك الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لنا بعرض هذا التقرير الذي استطلع تساؤلات ربما الشارع الأردني حول هذه الزيارة نتابع هل سيرضى الأردن بصوطين الفلسطينيين مقابل عائد مادي؟ ما هو الدور الذي سيلعب الأردن في المستقبل ضمن خطة أوطار مشروع كيري؟ ماذا يعني أن الأردن لا يقبل بخطة كيري إلا بمرعاة مصالحها العليا؟ ما هي هذه المصالح العليا؟ سؤال لك أستاذ طاهر هل سيوافق الأردن على تسوية مقابل مادي؟ وما هي المخاطر لخطة كيري أو تبعات خطة كيري على الأردن؟ أولا أنا مش عارف تماما ولا أظن ظهر بشكل واضح ما هي النقاط الأساسية النهائية لخطة كيري نحن نتحدث في إشاعات وتقارير وتسريبات لأنه مهم جدا أن نعرف حقيقة ودقة الكلام المعروض ثانيا أنا أعتقد بأنه كيري يعني شفنا هاي المحاولات سابقا كثيرا جدا من قبل ولاية المتحدة وجاءت وفود ومبادرات كثيرة لم تنجح لأنه إحنا عم نحكي شو منقبل إحنا وما منقبل لكن في جانب آخر لهو إسرائيل ونتنياهو اللي كمان مش راحين يقبل في شغلات لهم آراء صعبة التحقيق فبعتقد أنه لازم ننظر أنه كمان هم يعطلوا الموضوع النقطة الأخيرة أنه إحنا للأسف صار مرجعية القضية الفلسطينية برمتها منذ الثمانية وأربعين للآن هي مرجعية لم تعد المرجعية الشرعية الدولية ولكن مرجعية كيري وما يقرر كيري والإدارة الأمريكية صحيح هذا أمر واقع لكن حقيقة يجب أن ننتبه لذلك إحنا بالنسبة لموضوع اللاجئين اللي بهمنا بالدرجة الأولى يعني مصرين ومجمعين بأنه المرجعية لموضوع اللاجئين هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية نعم هناك أيضا تسأل مهم أستاذ طاهر يقول يعني الأردن لن يقبل بأي حل على حساب مصالحه العليا ما هي هذه المصالح العليا التي يضعها الأردن في اعتباره في حال إيجاد أي تسوية تتعلق بالملف الفلسطيني السؤال لي يعني هناك تساؤل يذهب إلى أن الأردن لن يقبل بأي حل يتعارض مع مصالحه العليا أنا أسأل ما هي المصالح العليا التي يضعها الأردن في عين الاعتبار في أي حل أو تسوية أي تسوية للملف الفلسطيني السؤال لي؟ نعم سؤال لك سؤال طاهر أنا أعتقد أن موضوع الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة أي اتفاقات غير مرضية واتفاقات تبقي موضوع اللاجئين معلقين وتلغي حق العودة تؤثر وتؤدي إلى خلل كبير في السياسة والمجتمع الأردني وأعتقد بأنه بسبب ما جرى في السابق نائل الأردن متفق بأنه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هي مصلحة وطنية له يجب أن يدافع عنها وأن تتم للاعتبارات الذاتية كلها فبقاء الاحتلال وبقاء قضية فلسطين معلقة وبقاء قضية اللاجئين معلقة تؤثر على الوضع الداخلي باعتبار أن اللاجئين في الأردن هم أردنيون لهم كامل الحقوق والواجبات ولكنهم في نفس الوقت هم لاجئين فلسطينيين مسجلين على قوائم الأنر ولهم حق العودة بموجب قرارات المتحدة هناك خيط رفيع جدا فإن كونهم أردنيين وكونهم لاجئين ونحن في الأردن نريد أن نحافظ على هذا الخيط الرفيع لا أن يختفي لصالح جانب من الجوانب نعم أسؤال لك أستاذ مراد انطلاقا من موقفكم الرافض للمفاوضات في حال دخل الأردن على خط المفاوضات وربما ساهم في إنجاح هذه المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ماذا ستفعلون أنتم في حزب الجبهة الإسلامية أولا الحقيقة أود أن أقول أن هناك إضيفة للقلق الذي قلته هناك قلق من عدم الشفافية فيما يجري في الغرف المغلقة وقد فاجأتنا السلطة أو منظمة التحرير في عام 1993 باتفاق أوسلو مما ضغط على الأردن الاتفاق وادي عربا وأقصد أن الأردن الرسمي اليوم أيضا سيقع في أي لحظة تحت ضغط أي موافقة فلسطينية على هذا الاتفاقيات أما الحقيقة الموقف الشعب الأردني فهو رافض لهذه الخطة وقد بدأت الحقيقة هناك فعاليات من كل الأحزاب والقوى السياسية بل حتى من قوى كثيرة داخل المجتمع الأردني حتى في الحكومة الأردنية أو في المؤسسات الرسمية هناك كما قلت قلق وبدأت تحركات في الشارع وأعتقد أنها ستصاعد في الأيام القادمة لأن هناك رفض شديد لهذه المخاطر وأعتقد أن بدأ الملامح ووضوح من هذا الشارع كان الجمعة الماضي في مسيرة في وسط البلد وأعتقد أنها سيكون مهرجانات ومواقف في كل محافظات المملكة واستدادات لمسيرات كبرى ترفض هذا الاتفاق ومطلبنا للواضح الحقيقة من الحكومة والنظام الأردن أن يكون صريح مع شعبه شفاف فيما يجري وأن يطالب السلطة أيضا أن تكون شفافة مع الأردن ومع الشعب الفلسطيني فيما يجري خلف الغرف المغلقة وأن لا نفاجأ باتفاق سري كما حصل في أسلو الذي صدم العالم العربي وجر العالم العربي إلى ما نحن فيه اليوم ورغم كل الضغوطات على السلطة وأنا أعلم أن السلطة تواجه ضغوطات لكن أحسن طريق لهذا الأرض ضغوطات من الأردن؟ هو حل هذه السلطة والعودة إلى المقاومة ضغوطات من القيادة الأردنية أم من من؟ لا 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 أقصد أن السلطة والأردن نواجههم ضغوطات اقتصادية وضغوطات من الولايات المتحدة للقبول بأي اتفاق ولكن أعتقد أن المسار الوحيد هو حل هذه السلطة والعودة إلى المقاومة وتحميل الكيان الصهيوني كل ما يجري على الشعب الفلسطيني لأن الحقيقة ليس هناك إلا خيار المقاومة والمقاومة الشعبية أثبتت نجاحها في غزة وأثبتت نجاحها في جنوب المنان وأعتقد أنها قادرة على أن تعيد إنتاج المعادلة من جديد رغم حالة الضعف العربي التي يعيشها الضعب الرسمي العربي نعم أستاذ مراد هناك رأي في الأردن يقول يعني ربما عبر عنه الكاتب فهد الغيطان يقول من يسمع خطاب السياسيين في الأردن يعتقد بأن الأردن قوة كبرى وأن اقتصادها يضاهي اقتصاد الصين يقول بأن الأردن محاصر اقتصاديا أنتم تحملون خطاب لا يتناسب مع وضع الأردن من جميع النواحي تطالبون بأن يتخذ الأردن موقف هو لا يستطيع أن يواجه تبعاته سوى بقطع علاقاته مع دول الخليج التي هي تدعمها اقتصاديا أو قطع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية أو ما إلى ذلك وتريدون منه أيضا أن يتخذ موقفا من ما يحدث في سوريا لا نحن لم نطالب الأردن أن يقطع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم نطالب بقطع علاقاته مع دول الخليج ولكن نحن نريد أن يتوازن الأردن والحقيقة أن يكون له موقف فيما يجري باتجاه شعبه وتجاه أرضه وسيادته وحقوقه ولا يتنازل عن هذه الحقوق وأعتقد أنه إذا استند إلى شعبه فسيجد شعبه معه وأعتقد أنه أي دولة في الدنيا إذا كان النظام شعبه معه أنه يمكن أن تواجهه قوة في الدنيا يستطيع أن يواجه كل الضغوطات وقد ذكرت لكي أنه في عام 91 استطاع أن يواجه الضغوطات من التحدة مع 30 دولة في العالم اسمح لي أستاذ تغيرت الظروف من التسعينيات حتى الآن يعني لا يمكن إسقاط ما حدث في تلك المرحلة بما يجري الآن إيش اللي تغير تغير في الحقيقة لا الظروف يمكن في ذلك الوقت كان هناك جزء من الدول العربية ضد هذا المشروع ضد ضرب العراق كان هناك جزء من العالم أما اليوم الحقيقة الحالة تحتاج فقط أن نعيد إنتاج جبهتنا الداخلية نعيد مواقفنا باتجاه تقوية هذه الجبهة من خلال فسح المجال لإرادة شعبية حقيقية تسند النظام وتسند الحكومة وتسند الموقف الرسمي لمواجهة الضغوطات التي تمارس عليه ويمكن في هذه الحالة أن الشعب الأردني سيتحمل تبعات الاقتصادية إذا أخذ الأردن موقف صلب تجاه الضغوطات التي تمارس لطمس هويته لضعافه لتغيير شكل الأردن والتنازل عن حقوقه وحقوق الشعب الفلسطيني نعم اسمح لي بهذا السؤال إلى أستاذ صبحي أستاذ صبحي يبدو بأن هناك تشدد أردني ظاهر سياسيا وأعلاميا فيما يتعلق بالمفاوضات سواء كان على لسان رئيس الوزراء الأردني أو أيضا على لسان بعض النواب والكتل النيابية المحسوبة على القصر برأيك لماذا هذا التشدد الإعلامي فيما يتعلق بملف المفاوضات تحديدا؟ لأن الموضوع في تقديري يتجاوز ما هو أشار إليه الأستاذ طاهر من أن هناك تسريبات لا نعرف مضبونا بعد أنا أعتقد بقدر النظر عن فعلا بدأ دقة هذه التسريبات لكن في النتيجة هناك تعامل الآن مع مصير القضية الفلسطينية مع مصير الشعب الفلسطيني هذه مرحلة خطرة جدا للمنطقة ككل يعني للشعب الفلسطيني وللأردن طبعا وأعتقد هنا أن الخيارات التي هي تطرح هي خيارات أحسنها سيئة لكل هذه الأطراف العربية وخاصة طرفين الفلسطيني والأردني لكن هذا لا يعني أنا في تقديري أن الأمور على المستوى الأمريكي مع الجانب الرسمي الأردني ستكون معقدة كثيرا لأنه هناك علاقات خاصة جدا تربط الأردن كما يعرف الجميع منذ نشأة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الخصوصية في العلاقة ستسمح في رأيي في ربما يعني تمرير الكثير من القضايا هذا أمر حدث في السابق في أكثر من مرحلة أنا أذكر حتى كيف استدعي العهل الأردني السابق ملك حسين يعني تحت فراش الموت ليكون حاضرا في توقيع اتفاقية أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية نعم ولكن أسمح له أستاذ صفحي أنا ما أشير إليه بأن هناك تشدد الموضوع إذا تسمح لي فقط ولا أعلم ذا كنت تلاحظ هذا الموضوع أيضا هناك تشدد أردني سياسي سياسيا وأعلاميا بمعنى بأن هناك تعبير على على صعيد الرسمي وهناك تعبير على مستوى البرلمان في الأردن الكتلى هناك كتلى البرلمانية تعبر عن مخاوف لماذا هذا التشدد السياسي والأعلامي من الأردن فيما يتعلق بملف المفاوضات ماذا ينتظر الأردن لأنه في تقديري يرتبط لأنه يرتبط في تقديري اختواف بما هو مقبل عليه الأردن هذه الخيارات ليست سهلة جدا أن تكون هناك عمليا حالة تسويب للكيان الأردني وعمليا حالة تحويل الأمر إلى ربما بطن فلسطيني بديل هذه أمور ممكن أن تحدث لا ننسى أن الحاكم في إسرائيل هو فعلا ناتنياهو الذي يريد أن يجعل من كلمات سلاس هي في اللغة العربية أصلها واحد كلمة الوطن والتوطين والاستيطان هو يريد أن يقول للفلسطينيين أنه لكم وطن ولكن في النتيجة هذا الوطن بلا فعلا سيادة لا على أرض ولا على شعب ويرتبط ذلك بتوطين الفلسطينيين ويرتبط ذلك باستمرار الاستيطان وبكلمة الوطن اليهود أو الإسرائيل كوطن لليهود أنا أعتقد هذه في حد ذاتها الآن هي طبيعة هذه المرحلة وقضياء الخطرة لكن المشكلة أنه ليس هناك قدرة في رأيي على مستوى الأردن تحديدا أو حتى على مستوى السلطة الفلسطينية أن تتعامل مع هذه القضايا الكبرى بمفردها بدون أن يكون هناك تصحيح لواقع الحال يعني لا هو واقع حال عربي صحيح اسمح لي على المقاطعة مجددا سأعود إليك أستاذ صبحي اسمح لي على المقاطعة مجددا فقط أذهب إلى فاصل وأعود إليك فاصل سريع مشاهدين ونعود إليكم مجددا فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه الحلقة من حديث الوطن أعود إليك أستاذ صبحي غندور وعذرا على المقاطعة ولكن كنا مضطرين الذهاب إلى فاصل كنت تتحدث عن تصحيح ضرورة تصحيح الأوضاع بما يتناسب مع هذه المرحلة لك أن تكمل ولكن بشكل سريع لو سمحت شكرا لك أنا فقط أريد أن أشير أن الأردن جزء من النظام العرب الرسمي الذي أعطى ويعطي الكثير لإسرائيل من عناصر قوة دون أن يكون هناك في الحقيقة أي شيء مقابل أقول ذلك لأنه فعلا نتحدث الآن عن الأمور وكأنها الآن مفاجأة لما يحدث في الوضع العربي والفلسطيني والأردني في النتيجة مصر وقعت كام ديفيد وهذا في عد ذاته كان عنصرا خطيرا في هذه الأمة كلها الأردن وقع معاهدة دون أن تشترط لا مصر ولا الأردن عودة الأراضي التي كانت تحت سلطته ما عام 67 يعني حينما حصل حرب 67 كانت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت الوصاية الأردنية وكانت غزة تحت الوصاية المصرية لماذا وقعت المعاهدات خاصة من هذين البلدين دون أن يتم اشتراط على الأقل عودة الأرض التي كانت تحت وصاية ما لا مصر استعادت غزة حينما وقعت كام ديفيد ولا الأردن استعادت الضفة الغربية والقدس الشرقية أعتقد ما هو موجود على المستوى الرسمي العربي كله مسؤول عن هذه الحالة حينما صدام حسين غزى الكويت واحتل الكويت وقبلها خض حرب سنوات طويلة مع إيران أضعف الوضع العربي حينما يكون على المستوى الإسرائيلي هناك أمال كبيرة الآن بأن تكون المرحلة المقبلة هي كما قال شمعون بيريز أن تكون هي تكنولوجيا وتخطيط إسرائيلي مع عمالة عربية مصرية وفلسطينية واردنية مع مال خليجي هذا هو المشروع القادم ما هي العناصر التي ستؤدي إلى التراجع الأمريكي أو الإسرائيلي عن هذه المشروع لا أجدها قائمة الآن للأسف في ظل ما يحدث في كل المنطقة نعم ربما أستاذ طاهر ننتقل الآن إلى موضوع الأزمة السورية وهي كانت حاضرة في اللقاء الذي جمع بين الملك الأردني ورئيس الأمريكي باراك أوباما هل هناك دور جديد ربما للأردن في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالأزمة السورية خصوصا في ظل الحديث في الأيام القليلة الماضية عن حركة غريبة على الحدود الأردنية وهناك حديث عن احتمال عمل عسكري أو ربما دعم المعارضة المسلحة للسيطرة على درعة ومنها إلى ريف دمشق وبالتالي خلق نوع من توازن القوة نعم بصراحة أنا لا أستطيع الحديث كثيرا في هذا الموضوع لأنني شوي مش مطلع على دواخل الأمور لكن بعتقد أنه الآن عم بيسير بالنسبة لسوريا في حزام أمني أو مش عقائدي أمني عماله تكون من إيران ومن العراق ومن سوريا ومن لبنان وبزعامة روسيا يعني يتعامل مع القضية السورية من منطلق معين في مقابله معسكر آخر ترأس أمريكا وربما يكون الأردن في النصف بين هذين المعسكرين لذلك أنا أعتقد أن الأردن حريص جدا في هذا الموضوع ولا يريد أن يدخل أو أن يتورط في احتمالات قد تكون مجهولة النتائج خصوصا أنه إحنا يعني على الأرض تتغير الأمور بسرعة وعننا لاجئين وعننا خطر أمني وعننا يعني موقف معتدل أو متوسط تعني بأن الأردن يريد أن نأي بنفسه عما يحدث في سوريا ولكن هل يستطيع أن ينأى بنفسه عما يحدث في سوريا والرئيس الأمريكي باراك عباما قال بأن الأردن يمكن أن تكون شريك في الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من أجل حل سياسي في سوريا لا يستطيع الأردن أن ينأى بنفسه لكن أنا ما بعرش هو الدوري الممكن يلعب الأردن إحنا يعني عنا خطر الجهات الإسلامية أو الفئات الإسلامية كمان بهددنا وفي ضياع في موضوع من هو الذي سوف يهدد أكثر لذلك أنا لا أستطيع التعليق على هذا الأمر بدقة بس أنا بدي إذا سمحتي لي أرجع دقيقتين إلى موضوع الفلسطيني نعم اسمح ليس لدي دقيقتين للختام فقط إذا بشكل سريع أن تعبر عن رأيك دقيقتين وبني هناك خوف في الأردن من أنه ما يجري من ترتيبات بخطة كيري وما إلى ذلك هو تصفية للقضية الفلسطينية وليس تسوية فالأردن باعتبار قيل سابقا بأنه شرق الأردن أو الأردن هو نهاية المطاف في القضية الفلسطينية وفي الأردن هو الذي يخيف الأردنيين ويجعل منهم يعني قلقين جدا وحساسين جدا مما يجري حتى موضوع الاتحاد والتكون فيدرالي والاتحاد الملكي إلى أردن الفلسطيني كل هذا في الوقت الحاضر يثير هذه المخاوف لذلك الإصرار على قيام الدولة المستقلة هو الأولوية بالنسبة للفلسطيني هذا موضوع يجب أن نحكي عن المخاوف وأن نحكي عن النتائج أعتقد هذه هي نقطة الأساسية أستاذ طهر لدي فقط دقيقة أريد أن أخذ تعليق من أستاذ مراد في أقل من نصف دقيقة هل الأمر يتعلق في الأردن فقط فيما يتعلق بالأزمة السورية فقط باللاجئين السوريين أم هناك أبعد من ذلك لو سمحت بشكل سريع جدا الحقيقة هناك أبعد أكثر من موضوع اللاجئين وأعتقد أن الأردن جزء من ما يجري في المنطقة ولكن الحقيقة الخيارات بالنسبة للأردن صعبة سواء بقي النظام أو جاءت نظام بديل ولذلك كنظام رسمي ولذلك هو يتعلم مع الخيارات الأبريكية وما يطلب منه الأبريكا شكرا لك أستاذ مراد نعم الأستاذ مراد العضائل عضو المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا شكرا لك أستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق ورئيس الوزراء الأردني السابق أيضا شكرا جزيلا لك وشكر موصول للأستاذ صبحي غندور رئيس مركز الحوار العربي في واشنطن شكرا لكم جميعا على المشاركة وشكرا لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم